باب الكبر حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال كانت الأمة من إيماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت الأمة يعني يا الجارية يا بنت الجارية صغيرة عمره 13 سنة تأخذ تقول للنبي بس لأرجيك شغلة صلى الله عليه وسلم والنبي من هو حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم شوفوا التواضع يعني أعطيكم مثال لو أنت نازل هيك أم أجد بنته ناطور أتلقى عمه بس هيك دايا شوف دالله روح عندنا روح عند أبوك شوف النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما غير القلوب القاسية والعقول المنحرفة إلا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأن نزل إلى مستواه صلى الله عليه وسلم قال حج عمر بن عبد العزيز قبل أن يستخلف قبل أن يصير خليفة فنظر إلى طاووس ابن كيسان مشايخ التابعين من أشهر تحدثت عنه كثيرا قال وعمر يختال في مشيته سيدنا عمر كان والي المدينة عمر بن عبد العزيز كان كله تقوى وصلاح بس الملك مع أنه سيدنا عمر بن عبد العزيز ما في شي بس الملك بيخلي الإنسان يعني ينحرف على الواحد إذا عنده إيك سيارة وشوفير وواحد يفتح له الباب بسير رأسه قد القد الأب وإذا فيه سيارتين أفهم منه وإذا أطعوا له الطريق ما خلاص هذا يعني انضرب الفؤاني كله ما عد يزبط وإذا عندك مال بغير حساب لا شو بقى قال فغمزه بأصبوعه في جنبه هو عمي طوف من له هيك ثم قال هذه ليست هذه ليست مشيت من في بطنه خراء هيك على بطنه هلوه عرفان في شو شو في جوا شو بدي يطلع منك أعطاه من الآخر بشان ما يعني في أولا ثانيا تالتان رابعان خامسا ضغل بلش لو بالخامس خلاص بشان ما نطويل قالوا وي مو مشيت واحد شوفي جوا ضبعت ما شيئتاك تواضع كنت مرة ماشي إنسان رفيع في المنصب الإداري مرتبته أعلى من وزير ماشي أنا وياه ما شفت إلا تشتشت طقم تبعه وتشتشت الدنيا وهيك أخذ جنب ومعت عرف مسكين مركب قسطرة بولية ورابطها برجله من تحت فلتت القسطرة شو اللي طليع البول يا ربي دخيل هاتوا البنيادان بفوت على بيت الخلاء زايك تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لو حبس شو أنت شو أنت على شو أنت شايف حالك على شو والإنسان بديئة بيجعه راسه بديئة بيصير معه مرارة بديئة بيصير معه زايدي بديئة بيوقف قلبه تواضع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خيروه بين أن يكون رسولا أو عبدا نبيا عبدا نبيا أو نبيا مليكا الله بيعطيها سيدنا جبريل قال له للنبي عليه الصلاة والسلام جريب 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 تحط له حزاء حزاء أبو حزاء والداء تحط له يا في ناس متعجريفين لبسوا جراباته لو هو ما ما في شي بكرة بتفتقدوا حط الشحاط في واحد هيك يمسك إيد أبو هيك بدل ما يمسك شفت أحد الأخوان الكرام مسك إيد أبو يعني عديت له يا هون يمكن يا 13 يا 15 يعني قبل هيك ويطلعها ويقب بركة يأخذها قال له كتر خيرا قال له وفي ناس تشتغل دراكا وتشتغل ترشا لو يعني لو أنه هيك أدام أولاده أدام زوجته في ناس ما بيقبل إيد أبو شو صار صار دكتور صار أستاذ مرة في أخوان الكرام ماشي ماشيين نحن ويا عام شاف أبو أبو درويش يا من الناس بس ربا بس والله طلعت الترباية ممنيعة ما بعرف أيام أيام الواحد بيطلع مثل أولاد سيدنا نوح يعني موراكزين فعمل حاله ومشايف واستحى في جبته تقول له اللي بيستحي من أبوه بيستحي أنه يتشرف في هذا لا خير في إذا بتعيده ثاني مرة لن أجتمل يعني صلح قال له شو هذه ليست مشية من في بطنه خراء هذا معمل بيأكل طيبات بيأكل الموزي بيطلع لنا هدايا الله عينك إذا لك الميت شو بيساو فيه طيب حطوه على المغتسل وكي بعصروا بطنه بشان ما يفضحهم بالجامع بشان ما ينزل أشياء وبعدين بيربطوا من فوق من عند رأسه ومن الرجلي من النص وبيحطوله قطني يا لذا فضحنا هذا أنت بعدين إذا ماتوا الظهر بيطلعوا العصر تطلع ريحته أولك نطفة مذرة يعني القصة معروفة قال رأى مطرف ابن عبد الله المهلب وهو يتبختر في جبة خز يعني حرير فقال يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله فقال له المهلب أما تعرفني ما تعرفني أنا رئيس غرفة بدري إيش غرفة التبريد ما بنعرف صناعة تجارة التبريد الدنيا الآن مناصب سيدنا عيسى شو قال قال إني رئيس دائرة قال إني عبد الله معك لفلان لفلاني ما بنساعة بالألفين وثلاثين قبل ما يتوفى سمعت الشيخ بسنة دق التليفون فرفعت السماعة فقال هون بيت الاستاذ محمد علي الملا والله أنا أول خيم علي عرفان تلو نعم قال لي معك أحمد كفتار سمعت الشيخ أحمد كفتار المفتي العام للجمهورية العربية سنين ولا صرت أرجوف سيدنا الله يرضى عليك تعال عندي شوف معك مكتب فلان فلان يول شيء يحكي معك يحكي معك السكرتير السكرتير تبع السكرتير تبع البواب لا سكل عم تعمل لحالة أوزان على فلان فلان قال إني عبد الله هل التكبر أعظم تكبر اللي الله بيخسب فيه الأرض اللي بتكبر على الله في ناس طبعا هذا النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميد قال أنا أحيي وأميد في ناس أخواننا الكرام أيام زمان كان في سلطان نحن فأرى على أيام زمان كان الواحد يجي له إليك الضيعة قديش خمسين ألف دنوم الواحد يجيب لي بالأصبة صرنا بالأصبة عندي أصبتين قال له أنت واحد فقير ملك قال نحي عن فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قال قال أنا أحي وأميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت لذلك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يجي واحد اللي بيعمل حاله أنه ملك بالدني الدني طلع السماء طلع لك شي ما بيطلع بعدين إجي فرعون فأوقد لي يا هامان على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإنه وإني لأظنه من الكاذبين عم تحد الله هل تسمع أنه في ناس هدول اللي بعذب الناس تقول له إن شاء الله قالوا من هذا الله تسمعه قصص هذا إنسان هذا إنسان متكبر أي إنسان بيستجيرك بالله يا رب يدخيله حذاري أن تتكبر على الذي على الذي خلقك قال لئني اتخذت إله قال لئني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين آيات ونادى فرعون في قومي قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من من تحتي لذلك قال قال موسى لفرعون آمن ولك ولك الملك الله يعطيك الملك قال حتى أشاور هامان هذا مين شويره قال له على هامان يا فرعون قال فشاور هامان فقال هامان بينما أنت رب تعبد إذ صرت عبدا تعبد قال فاستنكف عن عبودية الله عز وجل هل هي أصعب شيء تكبر على الله حاجة حاشة أي شيء أنت الله نحن الله اللي وهبنا يعني أنت شو هل الدكتور شغله بإيش بإيده دية واحدة توقف صبيعة بحادي السير تقلوا بدول بإيش تغلوا أبدا وين بصير يا ربي دخيل يا ربي دخيل يا أخوان الكرام إيموا أنه الله عز وجل يعني حيحاسبوا بالدنيا لما يترك الدنيا ويصير بالآخرة وإعوان إجأل حاله وهي جنة من سبع طوابئ لظة وسعير وفي الدرك الأسفل من النار بشان شو الله مساوية لأمثال هؤلاء قصت سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فقذبوهما فعززنا بثالث حتى على أنبياء الله لذلك مثلا أبو جهل كان يكذب النبي عليه الصلاة ويستكبر عليه سيدنا نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا عاجي نحن ما بدنا هذا استكبار نبي عليه الصلاة قال لما ذهب إلى الطائف ما بدون وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هلأ تكبر على الله تكبر على الأنبياء تكبر على الناس أصحب شي هلأ من التكبر على الله تكبر على الأنبياء يأتي الواحد وإن يقوم بالجامع بين الناس أنا أنا ما يبرو ما بيجي مثل أهل قريش آخر شي يجوا لعند النبي قالوا قالوا لو بدك أنت يعني نتقعدنا مع بلال ومع صعاليك قريش بدنا نحن تعملنا درس لحالنا النبي يعني رفضهم لك تعود ليش القعدة بالجامعة هلأ ولقعدة عن ركب هذا من باب التواضع بدون نحن هلأ كل واحد يساوي لي درس خاص ولو ما عندي درس خاص الدرس درس عام تجي على الجامعة وتعود على الأرض وتستمع الله هيك يفتح على على قلبك قال التكبر على الناس هلأ حالة بدأ قصة يعني نكتفي في هذا إن شاء الله للدرس القادم التكبر على الناس التكبر أخوانا الكرام التكبر بالذات بيروح لك كل الحسنات بأكونوا متواضعين متواضعين بالبسمة متواضعين بالنظرة متواضع مع الكبير متواضع من له حق عليك وحتى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بنت الجارية أو الجارية إذا كانت صغيرة تأخذ بإيد النبي لا شو بدك عموه بشان هيك حبوه النبي هذا اللي قاعد على برجه وحتطلع عصايا قدام منه وعبوسا قم طريرا هذا ما أحدا بيحبه لا الله بيحبه ولا النبي بيحبه ولا الناس بتحبه بأكونوا متواضعين قيل أبو يزيد البسطامي هذا كان رجل من الصالحين قال بده يفوت يعني يتقرب من الله هيك وعمش راح قال راح على باب الزاكرين قال في شي خمسة آلاف واحد راح على باب قيام الليل خمسين ألف واحد عم يقوم الليل قال راح على باب اسمه باب التواضع ما لقى غير الدرويش كم واحد قال فدخل إلى الله من باب التواضع وحاضر خالته بتقول له مثلا يا فلان في مجال جبلي الخبز هي حاضر في مجال توصيل حاضر تواضع ونتكبر مثل اللقاطة مع الكبير ومع الصغير ومع المأمات بسرير اللهم اجعلنا من المتواضعين واجعلنا أهلا لمحبتك يا كريم وتقبل منا بسرير الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر